لماذا انشغلت عن الغاية التي خلقك الله لها والله لو أعلن مسجد كل من سيصلي عندنا الفجر ويدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام فله على كل صلاة فجر مئة جنيه والله لما وجدنا مكانا فارغا في المساجد مئة جنيه يعني استباحها حلوة يعني أول كده على الصبح في الصلاة عن النبي بياية وأنا اشتغل بقى ربنا يكرمني ده مش هيشتغلوا أصلا هيقول لك كفاية من نشغلين مع ربنا ونصلي وناخد مئة جنيه حلوين ذلك لأن هم الدنيا أصبح في قلوب الناس أعظم من هم الآخرة تلو أحد مغموم ومهموم ما قالتش كويس اللبسي مش ولابد الشاقة مديقان شوية يقول أخرة خربها قال هارون لأحدهم لماذا نكره ذكر الموت؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فكرهتم الانتقال من العمار إلى الخراب الصلاة خير من النوم والمسجد فاضي منادي الله ينادي حيا على الصلاة ولا يجيبه إلا صف واحد أين الناس؟ أين يذهبون؟ أين يذهبون؟ ويرقضون كرقد الوحوش في البرية ولو قاموا لصلاة من الرزق والبركات من السماء والأرض مصيبتنا كبيرة في صلاة الفجر ترجمة نانسي قنقر